اشتركوا في القناة كده تتعارف انا عايزة اسأل الستي نوال مرات جذر الحبت المعلم سلومة اللي بينك وبين خطيبي اللي بينها وبينه يخليها تستقفها جوزها وتطلع لخطيبي وهو عازب وعايش لوحده بعمود الاكل اللي بينك وبين خطيبي ابراهيم يا نوال يا لوحد انا نوال يمدي ايده عليا ويفتح لي دماغي قدام اللي يسوى واللي ما يسواش عملت ايه يعني وعشان مين عشان طلعت الابراهيم وودتلو اكل طب ما هجرنا وبن حتتنا ومتعور عملت ايه يا مسوك انا كفرته ولا كفرت مش الواجب كان هو اللي يطلع له بحتتين لحمة ولا رغيف حواوشي ماشي يا سلومة ما هو لو كان راجل كان جاب كوريا دي من شعرها وعمل اللي ما يتعامل معاها ولا كانت خدم عبراهيم ولا شكري لكن ده مش راجل يخاف منهم فلح يتشطر علي انا بس بطلي بقى زعت ومعت من الاخر كده ده راجل واطي وما عندوش اصل اه وعلى رأيي المثل يا بيت العاية في الفاية تقصن من ايه؟ من العقل اه وانت اساسا متطلقة منه بالتلاتة مش رامع عليك يميني الطلق بالتلاتة لا تعتبيها ولا تخش فيها وبعدين يا حبيبتي انت لا مخلفها منه لا عيل ولا تيل يعني لا لكي عنده ولا هو اللي عندك خلصين اه يا دكتور يا دكتور احنا هنمشي امتى يا خويا؟ احنا من ليل تنبارح تعبنا بقى ما تقل ايش هي حالتها مش خطيرة بس هي عشان نازفت انبارح فاحنا على انالة محلول اول ما يقلص ان شاء الله هنتطمن عليها وهنخرجها ان شاء الله طيب يا حبيبتي انا هامشي بقى علشان انا خلاص تعبت طولي ليه الاعدة الاعدة السودة ده هي رجليا جرمزت جيت افكها مش عايزة تتفك بزرجين وانت حضرتك نايمالي على السرير ابو مرتبة حلوة دهيت وحسة بنفسك كده انك اميرة ايه يا اختي فيه ايه؟ عشان بنت اصل دماغك اتفتحت جيت معاك والوحدي عشان انا بنت اصل ومحدش سعرك وبنت معاك ومحدش عبارك ايوه عشان انت اصلا محدش بيقبالك بيهبوا النافس والله العظيم الحارة كلها ما بتطقكش يا دي البت عشان انت ما انتش عاملة لنفسك حبيب مكرهة فيك الدنيا كلها يا شيخة حرام عليك فتك بعافية يا قلبي انا عملت اللي عليا ونط وقزح والله العظيم سلام عليكم وديني وما اعبد لكون مفرّجاك يا سلومة انت وكوريا خلص يا انتصار المدير يا عدد دروعة عزيزيلي قلص ابن مايجي يلا السلام عليك يا حاجة وعليكم السلام يا ابني مالك يوم انت عمانة ولا حاجة؟ لا الحمد لله نحمده طب قولك ما شفتش ابلاها جرب شوفها فيه ما شوفتها هاش خالص النهارد يعني ما تعرفش عندها بطشيه النهاردة انا زيت غلبان باك نص وامسح ايش فهمنا انت؟ ياما كلنا غلالة متشكرين كتر خيرك سلام عليكم انت ايه انت؟ ازاي تدخل قط الممرضات بالمنظر ده؟ انت متعرفش انها قضة حريمي؟ خلاص خلاص يا ابن ولا حريم ولا رجالي سلام عليكم وحد خلع راسه انت؟ ايجازي اشتامك انت عاوز ايه؟ انا عاوزها في ايه بقى ان شاء الله؟ قريبها ولا ايه نظامك؟ ابني خاليتها، ابني عمها المهم هي فينا عشان تدي الحونة لامي امي مينفعش حد تدي الحونة للغابرة هاجر ربنا يشفي يا اخويا قبل هاجر ما جاتش النهاردة وتليفونها مغلق وانا عملت لها غياب بدون اذن ويا حضرتك ما تعود اعني تغيب كلهم كده؟ لا دي اول مرة بس انا حقصم هولها دي لسه اسمها المتوب بالقلم الرصاص لسه ما تسبتش وبقى قول لهم اتتكلمها وتوعيها تشوف شغلها كويس خلاص يا قبله خلاص الا دلواج شو كمي ولا سوك ولا سوك اهو بتعيد لجيبك ايه ولا ااا كنت تبقى مرة على المرضى ايه نشوفهم عايزين حاجة على تبيع تمرقى على المرضى يا كداب فضل خيل يهدى يهدى فيه أكل يالله يا رئيسي أخي هذا المرار الطافع ايه اللي انت بتعمليه انت تهبالتي ولا ايه انت كده بتخربي على نفسي مين البت دي اللي هايزة تخرب البيت علينا اه اه انا عرفاها انت هتود قوم لو خيل ولا نزلت قوم لنا بنفسي وده مومة العلال لله تاني يا بنتي مش كده عيب انت تعرفها ابراهيم ده من يوم ولا يومين ابراهيم ده بجاله ستنين عايش وسطينا وبعدين هم عشان كلمتين فارغين اسمعتيهم اما لو شفتيهم كنت عملتي ايه هو خلاص كلمتين تبقينك ده تقولي خلاص اتفضل امفارجين خلصت اخي ما خلصتش لا خلصت هي دي بقى الغلطة المفور هو كده اجاب اخره معايا خلاص خلصنا كده هو اياخد سكت وانا ليه سكتي طب بقولك ايه كفاية اللي انت عملتيهم بارح فالحارة وبعدين هاي دهانم ديه مش غريبة الحاجات دي ترجع بعدين وناخد رأيها ايه رأيك هاي دهانم ترميه طبعا هما الرجالة كلهم كده غدرين ووحشين وكويس ان اتكشفتيه قبل ما تتجوزوا ما لهم الرجالة يا خلاص رجالة احسن ناس عجبك كده حشرتلي صندس وستة الهانم بتاعتك في الموضوع وبعدين مش غريبة ايه ديهان لا واحدة مستقجرة عندي قوضة بتحشره فخصياتي لدي الوقت بقولك يا خيال هاتتتتتتتتتتتتتتتتتا انا حنزل اقددهمنه بنفسي انت بتعملي فتحة ونصبها وثامة مونير مطلخ نقولك يا قاعدي مين مونير تا جوم يا كوريا غير حدوم كونزيل وقت العشي احنا مش قضيين الكلام الفارج ده وانا الحاجات دي ببعدينة بوديهم اسمع يا قاعدينة بما قولنا اسمع تعالى هنا هيا يا صندر تعال هنا خذ الدبلة دي وتروح لساعد قل له أمك بتبوسك من هنا ومن هنا وخذ الدبلة دي واختب بنتا حلوة قل له عايزها تكون حلوة وبيضة زي البت دي شو ببيضة مش عراقة طويل إن شاء الله هو حيتجاوز من البنات الحور إن شاء الله لا أنا مش عايزة بنات الحور أتلتنا أقل هذا جميع 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 نحن أخذها من فرنسية في برازيل آه واو إن شاء جميع جميع نحن في مجالك شكرا كم بقية؟ أم مليون حسنا لا تقلق مفقية إنه طرح المال نستطيع محرات في عامة لكن تأخذت محرات أولا نعم، ولكن هناك فلسطة من المنزل هو أن لا نستطيع المنزل في المنزل حسنًا. تجمع المنزل وأنا سوف أترك المنزل لتجعلها كثيرًا حسنًا؟ حسنًا. وعندماً، فلسطة من المنزل ولكن هذه فلسطة من المنزل حتى لدينا المنزل حسنًا. حسنًا. ولكن أحتاج كثيرًا لدينا المنزل قبل سيديها أرجوك نعم، نحن في المنزل ونجد أن نصفك وكما أشعر حسنًا. حسنًا يعني لا يوجد موبيل هناك من هناك في مصر لا يوجد موبيل تعالي بعته وأنا لا أستطيع شيء أتعاملها قبل أن أقول لك و أتعاملها مصبوب لو سمعت يا عمي، إحنا ليس لنا و بعدها أنا لم أسكتش ما أفعلت؟ جبت رقم جوزها لا يا راجل أهو، زير 11 ده راجل زبالة 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 طول عمره يضربها ويبهدلها وهي بتيجي يا عيني هنا تبات عندنا في البيت وبياخد فلوسها وحاجتها هو أحلى نتجاوز يا عمي أهاي وصلت اتصال بها وخلاص خلي معاك وإنت يا دكتور إيه الأخبار؟ مش مهم الأخبار اللي عندي أنا بأكد عليك وللمرة التانية إنكو تنسوا حكاية بطن البقرة دي تماماً ما تدوروش عليها تاني أبداً محتاجة لإيه؟ تا مش قادر تحس بديه ليه؟ أنا مش فاهم معلش؟ ما عندكش بنت بوكراً ما تخطب وتتجوز وتجيب بنت هتقدر تحس باللي أنا حسس بيه مهم إيه الجديد؟ ألف مبروك هاي دي خدت البرأة؟ حضرتك ترفع من عليك قرار حظر التصرف ومتلكتك يا راجل يعني كده أنا بقيت منطمن قوي يعني مقدرش ألمس أي حاجة ويعملولي قضية تبديد يا السلام أنا فرحان أنا مبسوط I am so happy قضية كبيرة أوي يا بطالب بيه مش صغيرة زي ما حدوك متخيل وللأسف ما فيهاش أي صغرة قانونية أنا معظم الحاجات اللي أنا بعملها دلوقتي مش بعملها كمحامي أنا بعملها كصديق للعيلة صديق بيفهم في القانون وبفكر معاكو في حلول خالجية مش محامي ده على أساس أنك حلت المشكلة وانت محامي عشان تحلها وانت صديق يا أخي يا أخي ارحمني اسكت بقى شوية يعني ينفع كده عم شوكري ينفع كده بتسيحلي وتشرد للولاية في قلب المنطقة لأيه يعني؟ واحنا اللي بيني ايه؟ شير ده؟ هكون عملت ايه يعني مع الولاية وأنا بمنظري ده؟ يا عم شوكري يا عم شوكري ده أنا بعمل حمام بطلوعي الروح الكلام ده ليه يا هيمة؟ أنا شكر السعيدي لسطة شكر السعيدي أي نعم جاي هناك على الكبر بس بنفهم ونعرف فورا الكلام كويس جوي والحكاية اللي بينك وبيني والدي مش حكاية واكل وشرب بس يا هيمة ده فيه طبيخ واعر جاوي بينكم عشان يجده لما كوريا ديتهم لك ما قدرتش يقول لها التلتة التلتة كام انت هتعوم على عمها ولا ايه يا عم شوكري؟ ولا هو اللي خاف من العفريط يعمل عبيد؟ لا نعوم ولا نجراجه يا ابن الناس بقول لك ايه؟ أنا اللي حقول لك درويش ولا زاهد ولا شيك احنا رجالة زي بعضينا ونفهم بعضينا كويس جوي واللي زعل حد بيحبه وبيحترمه وباجئ عليه يروح يصلحه ياخد بخاطره بكلمتين عشان نهدي النفوس وشيل من دمخ عكاية نوال دي القلص يا دينيلا على نوال يا عم شوكري يا عم شوكري انا مفيش بني وبن نوال دي غير كل احترامه وجيرة واخهوه دي ستة فاضلة فاضلة والله العظيم يعني ده 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 في مقام خالتي بالزبط ويتنو مفيش في دمخه غير الحاجات الغريبة دي طب انا عيش ازاي معاكو عم شوكري وانتو دمخه كلها كده انا قرفان اوي منكو عم شوكري قرفان اوي قوي لا ما تزعلش من الناس لا أنا زعلان يا عم شكر هنصلح من نفسينا يا ابني مش عارف بقول لك إيه؟ جوم جوم طيب خاطرها بكلمتين بسرعة عشان تقدر تصلحك وتقدر تنسى اللي حصل ما بينك و بيننا وقت فتك بعافية لا فتك بعافية إيه؟ إنت حتسيبني هنا أنا زهقت بالأم القوضة دي خدني معاك أنا هفك دي وانزل معاك تعال معاك لا بسي بالروح بالروحة مش شكر بالروحة في إيه؟ حاضر يا حبيبي تعال معاك أنا حاسة إن أنا عايشة في حلم طويل ما بيخلصش ولا حلم إيه؟ ده كابوس ومش قادرة أصحى منه هتعدي هتعدي والله على العظيم يا عادي كل الفترة دي هتعدي وهتنسيها أقولك على حاجة هنقض أنا وإنتي نتكلم على اللي بيحصل ده وهنقض نضحك يا ست أنا زهقت يا دينا زهقت قوي مش كفاية القرف اللي أنا عايشة فيه أنا زهقة هيموتني أنا قاعدة طول يوم ما بعملش حاجة قاعدة بكلم نفسي زي المجانين أنا حاسة إن أنا يعيش هنا عمري كله لا ده تشاؤم زيادة عن اللزوم بقولك إيه؟ ما تحاولي تعملي أي أكتفتي في الحتة اللي إنتي فيها دي يعني الناس اللي حواليكي مختلفة حاولي تفهميهم حاولي تقربي ليهم حاولي تتعرفي بيفكروا إزاي بدل ما إنتي قاعدة 24 ساعة تفكري في الهم اللي إنتي فيه ده هعمل إيه بس؟ بقولك زهقت اتخنقت ده أنا حتى فكرت إن أنا انتحر انسي الفكرة دي خالص شليها كده من دماغك هاي دي حبيبتي سمعي أنت حياتك مهمة ومهمة قوي كمان ومهمة أكتر لي نحنا لكل اللي بيحبوكي بجد وحواليكي شوفي نفسك فيها وأنا هعملهولك أي حاجة أنا عايزة حاجات كتيرة يا دينا عايزة أشوف بابي وعايزة آيباد عايزة إنترنت عايزة حاجات أسلي نفسي بيها ولا أقولك أنا عايزة أشتخل ليه؟ ما عندنا شاخت نسوان تشتغل السنة ما يجيليك عددك ويجيليك اللي يانيك ماشي يا صندوس حاضر لا ما فيش يا دينا دي صندوس بس بتكلمي يا عايزة ده يعني هتشتغل إيه في الحتة اللي انت فيها دي؟ لأ مش للدرجات دي يعني أقولك اكتبتي مش روجلي يا حبيبتي مش عارف طب بصي إفري دلوقتي عشان الباب بيخبط تلاقيها البني قدمة دي اللي عايشة معايا ونسيتنا فتحها بس يا صندوس يلا باي باي حبتي هكلميك تاني يلا باي 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 ضربتني ضربتني مين؟ صبع الفل والجمال على عيونك يا ست جمالات نعم ده مو أخذة في الكلمة رد السلام ده السلام بتاع ربنا يوه خلاص خلاص بايش السلام بايش السلام عايز إيه؟ أنا كنت أقعد في المحل جاني شوية لحمة جموسي صوير شباب طب منتني ست كوريا مش هنا كبتلك اثنين كيلو موزة عشان يستهل بقك الحلو السغنطة ده لحمة إيه جوامس إيه؟ إيه القرف ده؟ أنا مش عاوز عاجة منك يا قبلة لا أنا بيستر الجيرة عشان محدش يقول إن المعلم سلومة جاب لي الحريب العقومة غلط ده لحمة إيه جوامس إيه؟ إيه القرف اللي إنت بتقوله ده؟ خدي 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 جموسي يا صندوس أقعد أحنا مش عايزين اللحمة مش هاني أخد لحمة sta لا يا صندوس إيه من إنت بناخد لحمة من ناس علشان الخkaa ديك ديك بنها باق يا ابن انا مش عمل لك نصر على المفتاح تلازم تفسدني يعني بترسم الموناليزة يعني جابت بطاطس كتير اه عسكر المراسلة بتاع ساعاتها تجاب لك كل اللي انت طلبته ومالك مستاتل قوت بعسكر زي ما يكون فالح او بتخلص القضاء اللي بتدهالك كل 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 ما تصدعناش طيب وليل عكنا انا دي انا خلاص هان للإسم بتاعك هديك قاعد بقى للإتخانق لللي عيل ستبتوه لللي بيتهم بيوع ويطلعوا مزز مزز بيئة والباشا بتاعنا اللي خلاص كان تميس ايجي بتبتجري وراه بيقول لك بيئة بس عجباني يا عم انت مال اهلك عجباني يا اخي هات 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 البطاطس نجز وهي دي البطاطس الكتير تصدق ادى انك عين ما الصدق يا ولا مخمطني يا ولا دماغي بقى زي البضل ممشيشة وسكت الزفتي دهوت اسمع كلام ام يا ابن انت بس عاسبينك يلا ما انت تقلع الله اله يا رب وانت جاه يفرج عليك خلقو يا سوكا يا ابن قلبي يا اما انا عملتلك ايه يا اما انت تدع علي ليه يا اما بس تقولك يا ولا ادى عليك ليه ده انا بقولك ربنا يفرج عليك خلقو انت بش عاوز تبقى مطرف والناس تتفرج عليك يا ولا يا اما عندك حق ايه يا اما يالله انت внزيل انا روي yn فيليبي اله بقاء عشان انا اما انزيل بقى يا اما يالله انزيل بقى سلام يام سلام يا اما التي polls على الله ايه يا ابنه يالله اهايما اهايما اسحبي اهايما يا الصباح العسل والجمال والريدة عم الشباب كله يا صاحبي اللي نزلك يا رأى صاحبي كده والجرح لسه مفتوح خلاتي من قاعدة البيت خد كمل دول ماشا يا صاحبي عناية انت تؤمرني يا صاحبي هادي الباصل خلاوتك ومولك فائق ورايق بيروح خلتك كده على الصف ولا فائق ولا رأى يا ابن عمي أنا ماتحك على نفسي اللي جوه غير اللي بره فرح أختي ودان ده كان فرح شقم سلوهما مسك البيت نوالد دها علقه وفتح لها دماغة وحلف عليها بالطلاقة ما داخلها البيت وأنا أخو هاجر أفاشني متلبس وأحبس هاجر يا ريس في الشقة وخد منها التليفون وحالف ما يخرجها وأنا مش عارف أعطار فيها وأنت تخنيت يا صاحبي يعني فرح شقم ولا مش شقم إيه ده؟ يا صاحبي ده كوريا قلعتني من قيدها يا جدعة دي كوريا بيت غلبانة بقولك إيه؟ سبتها وأنت سيد من مي سبت الحريم لا شكلها المرة دي بح يا سوك وبين وبينك أنا كنت أفكر أخلع منك بيت كوريا دي فقرية لو جوزتها نخلي في عائل فقريين ونعيش في فقر بقولك يا سوك أنا ههج من أم الحراري أنا عايز أطلع شرم ولا الغردقة أشوف لي كده واحدة خواجية مقرش هتجوزها وأخد الكنسية جنسية أي بلد نضيفة يا سوك مدهار جنسيتك يا صاحبي فكك يا سوك من جو مصر يا أمي وما شربتش من نيلة والكلام لها بألدان وفي حاجة اسمها مصر أنا مصر فيه مصر بتاعتنا ولا بتاعته يا سوك اللي بيخش له 100 جنيه في الشهر بيشوف مصر غير اللي بيخش له 10.000 جنيه وبعشر تلاف جنيه بيشوف مصر غرب ومليور غرب ومليار كل واحد بيشوف بلد غير التاني مصر مش حاجة واحدة بس يا سوك مصر حاجات كتيرة قوي على الحصر اللي في جيبي ومن الآخر كده يا صاحبي فيش حاجة اسمها جنسية جنسيتك يا إيرش هي مصر واحدة بس يا صحبي أعزوا حاجة مني أستا كوريا؟ لا منشكرين يا شايماء توكل انت يا الله سلام عليكم عليكم السلام شعر ولا ده؟ عايزيك في موضوع رجلك خدت عن نزوله والحرة كتير بقيت كل شوالة لكن أتطلي في حتة أنا مش محبوسة أنا جاية هنا أصلاً عشان ما بقاش محبوسة بشوك انت هتفضل وقفالي كده؟ ما تخلاص يقولي في إيه؟ أنا فايل مكافين الراجل راجل ميه؟ الجزار اللي اتخنقتي معا المرة اللي فاتت وقابلك البوليس سلوك سلوك؟ مال وسلوك عاوز إيه؟ بيرقبك وبيستناكي لما تنزلي ولما يعرف إنك مش موجودة بيخبط علي نعم يا أختي خبط عليكي خبط عليك اللي إن شاء الله ما عرفش أسأل لي ما أنا جاي عشان أقولك أيوة يعني لما بيخبط عليك بيتنايل على العين أهله يقولك عاوز إيه؟ أول مرة قال لي إنه ما كانش قصده يجيب البوليس ما كانش قصده هو يعني كان طالع متل حكومة شبكت في طرف الجلبية وجات معاه من غير قصد قال لي إيه كمان؟ ما قالش إخلاص يقولي إن شاك لي خايفة من حاجة جي وجاب معا 2 كيلو اللحمة إيه 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 إيه؟ 2 كيلو إيه؟ لحمة لحمة آه لا بقدم تحورك حوار وجاي اللي ليه بقية حلو مش عارفة تسلقها إزاي؟ ولا جاي اللي علمك تعمليها صناية لأ جاي أقولك إن أنا خلاص قررت إن أنا هيعود معاكي هنا في المحل أنا بقيتش قد رأي عود فوق في البيت بخاف إيه يخحله وسطك يا بعيدة إنتي إيه؟ حتى المحل اللي كمان انت معانا فيه؟ مش كفاءة النصائب اللي نزل ترفع لدمغي من ساعة ما دا بتحط علي إيه؟ اتلعي فوق يا أختي بلا خايفة بلا مش خايفة تعالي هنا لو مش ندد عليك يا قوي كده يا أختي عندك صوتك إرقاعي بالصوت الحيني يفرج عليهم متل إليها إلا الله بلاش عندك شبشبك ندس ليه على خلقة أمه يلا يا أختي توكلي على الله وريني تقسعتك والتماشة اللي بتلم عليها اللي إسوء اللي ما إسواش وبقول لك إيه؟ حوار المحلة دا تنسي من مخك خالص دا محلة لعيش يمه بقى إنا صاحب الصودة اللي بتتحدف علي وأنا قاعدة دي أنا نعصى بساعة الخير بساعة النور إيه؟ فينك مش باينة؟ أنا موجودة بس أنا أصلا ما بجيش هنا كتير لازم أبقى متفقق مع أصحابي عشان كده بنيجي آه يعني هم جايين دلوقتي آه اخ صارحة مش هنعرف نعب مع بعض لأيه؟ أنت كنت عايز تواد معي؟ بصراحة أه طب يلا بينا قبل ما ييجو على فين؟ شؤلت لك سب لي نفسك خالص السلام عليكم حاج عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيترو الساس فواز اللي شغال في المشتاشفة بريش ساكن فيه ساكن فوق في الدور التاني هنا حاج؟ ها شكر الحاج السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم سيا خير يا عام الأمور ما فيها حاجة يا راجل؟ لا مفيش حاجة يا كنج بس لي شايفك راح جاي من شوية كده زي اللي ضايع منه حاجة لا ورا روحت اشتري قلبة سجاير وديت الراجل 100 جنيه ببص في جيبي متلقيتش الباقي فبدور عليها يعني هنا مفيش حاجة يعني ماشي يا نجو ربنا عطارك فيهم بس بيدور على بقى 100 جنيه بيدور عليهم في الأرض مش في الشبابيك ممكن حد لقى 100 جنيه وطلع وعلى موم حصل خير هشوفوا الشوكوا سانكس هيا كان اسمها ايه؟ هيا مين؟ هيا نجوان كنت بتحبها؟ بحبها قوي هبلة هيا نجوان اش معنا؟ عشان الراجل يحب بالشكل ده يبقى راجل أحبل سوري يعني والستة اللي تلاقيه راجل أحبل زي ده تبقى هبلة كمان لو فراتت فيه انا حبيتها الحب اللي ممكن يخليكي تدي روحك لللي بتحبين من غير ما تفكرين لو كانت قليتلي يعمل في نفسك حاجة بس علشان أبقى مبسوطة كنت هنفذ فورا ايه اللي انا عملته غلط يا صار ايه اللي ممكن في الدنيا يخلي واحدة ترمي حب زي ده ورا ضعرا فلوس علاقات المنسب كل دول عندي رجولة انا قدامك ههو يا صار فهي مشكلة عندي حاجة غلط وانا مش عارف هي اللي خسرانة على فكرة بجد هي اللي خسرانة مش انت صار انا لسه بحبها لحد دلوقت بحياتي ملاش اي طعم من غيرها تخيالي لو رجعت انا مستعدة انسى كل اللي عملته مش بقولك هبلة ما تستهلكش انا ان كان علي يا اختي انا كان ممكن ابيتك عندي بس انت عارفة بقى ان انا عندي شاب يعني في سن الجواز وقنتي برو بصرحة ربنا وما تأخذنيش يعني ما تتضمنيش حتى انت برضو يا خالتي الله يسامحك ايه ده يا خدنا اولا ايه 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 اما وريتك يا كوريا الكلبة انت وسلومة ايه انا نوالة بقى فرجة الحتة طب والعمل ايه يا خالتي هنهبب ايه في ام اللي انا فيه ده هبات في الشرع يعني زي المجازيب ولا ايه لقيتلك الحل يا بيت رغم انك انت كده وكده يعني بس سبحان الله ربنا مساهل هالك فانت بقى يا سيدنا الشيف هتاخد البيت نوال من ايديها هتوصلها الجزه السلوم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم هو انا قلت حاجة عيه الرجل حالكبر لك هتقوله رجحها لعسمتك هيرجحها على طول دول روحهم في بعض ومنهمش غير بعض بس الشيطان شاطر لكن يا اخت نوال انت تذكرين انني قابلتك قبل ذلك على الكورنيش تذكرين؟ يا اخت ايه انت ايه شطانة في اعرابي مفيش حاجة ما بيننا يا شيخ ده احنا اخوات والله غالب على امري فالنزه ابدا الاخ سلومة لكن بشرطين انت لسه هتتشرط علينا قول يا سيدنا الشيف قول انت رفقين يا سيد ام سوكا لان موقعي ووضعي لا يسمحان ان اسيرة مع الاخت نوال بمفردنا في الطريق العام انا مغاريش غير نوال رحي مع الوالي متعالي مع الوال genes لا كانشЙ حت طبق رزي بلبن اللي طبحتوة Science هاااا الشرط التاني ايه الشرط التاني ان شاء الله انا سايتوصل ولكن غيري مسؤول عن النتيجة نايمان يام قاليني سبег تقولك هو ورجعتك بيت 18 18 سنة يا كوريا يا بيت يا بيت هو زي ما بيرجع لورا يا ولي يا ولي ده المسأل بيقول ورنش البوسة تبقى عروس وانا ورنشتك هولة بمعتك وخليتك ولا اللي بكارتوناتها روح الله ينوي عالك يا كوريا خلتيني حلوة إلهي هشوفك بيت زي ما أنا عايزة يا رب خدي بقى حمام الزيت ده كمان بصي بقى ده هيليس لك شعرك ينزله كده على وشك لا تعرفوا تشوفهم القصة يا مين ولا شمال ده حلوة ها اتقربوا ماشي ده يا بعض اخد يا كوريا يو ومالك يا وليها زي اللي بتديني حاسنة كده ده أنا فلوس دي بقى أخدها منكو كده حاجة رمزية يعني وانتو أحد فيكو يقدر على وجرت اللي استحققت على فكرة يا كوريا انت بقى لسانك زي الفرقلة وانت عارفة لو ما كريتش إيدي حلوة ما كانش حد دخل محلة ده يلا أنا ماشي عايزة حاجة لا شكراً يومك شبه اه دي بالعافية بزاك يا كوريا ده انت زعلانة بجد بقى طب بص يا بنت الحلال انا مش عاوز حاجة منك والمفروض بعد اللي عملتي ده ما عرفكيش تاني بس انا جاء عشان فاهمك حاجة واحد نوال هي اللي تلقاتلي بالعمود يا كوريا وانا تخنيتها معا ونزلتها قدام سوك ومن الاخر كده نوال هي اللي رامية كتتها عليها وانا مديها السك من يوم ما علي حد عليك يا كوريا مش هتبقى نوالي نوال دي زي ما انسحت الجزمة اللي الواحد ينسح فيها جزميته هو معدي وانا لما كدبت عليك وولتلك ان العمود بتاع البت الممرضة ده كان عشان ما عملكيش مشاكل ولعبلك في دماغي انت عال يا كوريا ما تنزليش نفسك لنوالي انا كده خلصت اللي عندي سلام وعلى فكرة دي ما حققال يا كوريا وبتجامد قوي كمان سلام يا أصدق سلام سوف تبعا ليس جميعاً للديوم لا مفتاح هذا اليوم مريح ليس جميعاً إنه جميعاً سبع يريد أن يكون هناك بجداد اذهب ختكيرًا هذا اليوم مريح ليس جميعاً للديوم ووشهام بكيơi ووث سوف يتعدون بكلما انه عليهم تلائح ترجمة نانسي قنقر 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 يا بنتي قزمة